اخيرا اعلم بارك الله فيك ان للتوبة بابا عرض ما بين نصرعيه ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عرضه مسيرة سبعين عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربه فالباب مبتوح فالباب مبتوح فهل لا ولج واعلم رعاك الله ان الله نادى فقال يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم ولقد سمعت النداء فهل لا استغفر اعلم يا رعاك الله ان الله يبصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله يحب الاعتذار فهل لا اقبل واعتبر ردد وقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطفرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا انا العبد الغريب بلج بحر اطيح لربما القى مجيبا فيا اتفي على عمر سقفة ولم اكسبه الا الذنوب انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبك يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا ورحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نثيناه ندعوه في البحر ان ينجي سفينته لما وصلنا الى شاطع صيناه ونركب الجو في امن وفي دعف وما سقطنا لان الحافظ الله قال ابن القيم رحمه الله اذا استغنى الناس بالناس فاستغنى انت بالله اذا فرحوا بالدنيا فافراح انت بالله اذا انسوا باحبابهم فاجعل انتك بالله اذا تعرفوا الى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا اليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف انت الى الله تعرف انت الى الله وتودت اليه وانطرح بين يديه تنل بذلك غاية العزة والرفعة كما قال الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم